اشتركوا في القناة في الشرق الأوسط حسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز التقرير ذكر أن الحوثيين الذين يعملون كوكلاء لإيران قد يكونون الأكثر ملاءمة لتوسيع نطاق الحرب مع إسرائيل بحكم نفوذهم في اليمن والذي يجعلهم في وضع مثالي لتصعيد القتال والضغط على إسرائيل لإنهاء حربها مع حماس وما يوهل الحوثيون للاعب دور في التصعيد المحتمل هو قربهم بما يكفي من الممرات المائية الاستراتيجية لتعطيل الشحن العالمي وبعدهم في ذات الوقت عن إسرائيل والذي سيجعل الضربات الانتقامية صعبة وفي إجراء وقائي نشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات وقوات أخرى في مسعى لمن عند لاعي نزاع مدمر على مستوى المنطقة ولجأت كذلك لفرض عقوبات على أشخاص وكينات تتهمهم واشنطن بتسهيل حصول الحوثيين على الأموال من إيران ومع افتراضا تكثيف واشنطن وجودها العسكرية في المنطقة سيكون عامل ردع ولو بشكل مؤقت فإن هذا الردع يصعب التعويل عليه في المدايات الأبعد زمنيا وهو ما يجب على الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وضع استراتيجيات تهدف بالدرجة الأساس إلى معالجة أسباب التوتر ونزعفة لأي نزاعات محتملة قبل التفكير في وضع حلول عسكرية ترجمة نانسي قنقر